وقع المتعلقة بزراعة البنجو في وحدة محلية هل يمكن أن يحدث ذلك وحدة محلية فيتم فيها زراعة البنجو ده في الوحدة المحلية بإحدى كرة بنسويف هسأل أستاذة شرباط طاها نائب رئيس مجلس مدينة ناصر لشؤون الكرة أستاذة شرباط أهلا بيكي أهلا بيكي خاند هل الواقع صحيح أنه تم زراعة البنجو في الوحدة المحلية لا فإن الواقع غير صحيحة ولكن تم انتقال وحدة مباحث ناصر مع النيابة العامة وتم وجود فعلا 27 شكلة أو عيدان صغيرة من تراوح أطولها مدين 15 و50 سنطي داخل نطاق المسكة الككل داخل إيه داخل نطاق المسكة الككل مساحت المسكة الكلية نفسها المسكة ده مساحت أكثر من 400 متر المشتل أه آه ده إيه في الوحدة المحلية؟ آه ده خاص باللق من داخل دول واحدة المحلية يبدأ عن واحدة المحلية بحوالي 200 متر نساحة في نهاية مصرف مرضون فبنحاول نستغلها عشان الأهالي ما تتعداش عليها فتم عمل صور بالمتفاع متر ونص حوالي من 15 سنة لا يعني المشتل ده تابع الوحدة المحلية ولا مش تابعها؟ تابع الوحدة المحلية فاني طب خلاص يبقى تابع يا أستاذ شهر تابع الوحدة المحلية طب يعني هو تابع للوحدة المحلية ومزروع في بانجو لا يا فنم مش مزروع مع ذلك تولت انه مزروع فيه وبعدين في الواقع نفتقى قد التحقيق في النيابة العامة يعني لما تلاقي في ده في نساحة 400 متر يعني قد التحقيق يعني انت ما تيدريش تأكدي ولا تنفي نعم تمام طب وما قال انت عادك بتنفي ليه؟ مش بنفي يا فندم انا بقول لحضرتك عيدان صغيرة بتتروح اطولها من 15 لخمسين في نساحة كلية 400 متر وفي نفس الوقت الرجل اللي هو متهم بانه هو بزراعة 59 سنة نعم عنده 56 سنة فاني حالو؟ اللي زرع البانجو ده يعني؟ اه انه هو متهم بزراعة الجانجو عنده 59 سنة ده بيشتغل ايه؟ اه هو مسؤول المسل داخل الوحدة المحلية طيب هو المسؤول عن المتهمة المحلية اي ازراعات فيها او اي ازبار سواب ان كان او اللي هي ازبار التجميل اللي احنا بناخدها ونزراحها في مداخل الكرة هو اللي بيزراحها يعني وحدة محلية اه هدفها الاساسي هو تنمية القرية ثمان اه انها تنمي هذه القرية يقوم في النهاية يزرع فيها بانجو بانجو بالشكل ده؟ لا يا فندم اقول له حضرتك بجوار المسل انا كل مسلا حالك تقول له لا يا فندم وبعد كده اقول له حضرتك بجنب النسور فيه مساحة 320 متر حاليا تحت الانشاء كوحدة تشون التماعية فالمأول شغال فيها فيا اعتبر يعني كسر جنب النسور بتاع المسل والباب الحديد بتاعه فاصبح كده المكان غير مهمة يعني ممكن اي حد يدخل دعوك في المكان فده يعني اعتبر اي حد يعني الوحدة المحلية جزء تابع فيها ممكن حد مثلا يمارس الضعارة فيه ممكن حد يبقى حشيش فيه لا يا فندم اصلت عليك بتقولي مفتوح وممكن اي حد متاح يعني نعاول قصر الباب بتاع الوحدة المسل نفسه والزمناه بترميمه وفي نفس الوقت المساحة دي في نهاية البلد في نهاية البلد بعيدة عن مبنى دي وان الوقت المحلية نفسه بيبيع بكامل بانجو نعم بيبيع بكامل بانجو لا يا فندم مليش بقولي حضرتك اطولت صغيرة والواقع نفسها في التحية صغيرة ولا كبيرة يا فسير شرباط طب وهم انه بانجو في انه نجمت عن كده في اعتبر يعني عدم المتابع للمكان مش اطول واحنا نقول المحليات بازت ليه والاوضاع بايزة ليه ما هو كده من الفساد للبانجو اه يعني انت مش منزعجة خالص من الحكاية نعم حضرتك مش منزعجة خالص لا طبعا منزعجة 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 كده اللي نحس انه اولا اندلت على عدم المتابع للمكان مش افتر بس ايوه ده عدم المتابع للمكان اخيرا ناهر قلتي لانه اه ولكن ما اه 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 وايس الوحدة المحلية اه وايس الوحدة المحلية يعني هنا كمان المسؤولين عن الوحدة المحلية ما فيش حد فيهم اتحاسم لا لا فاندل من الف الاتحاسم ولسه كله في الموضفة التحية فانه وتام التحية مرت في المحافظة مع كلك يا داك المسكة بما فيهم اللواب وما فيهم رئيس القرية والمسؤول المسكة يعني في رئيس قرية يرأس مسؤول المسكة قدامنا الفوضي بقى معاه على طول بس المتابعة للمكان استاذة شرباط بتوجهلك بالشكر للأسف الشديد يبقى الوحدة المحلية الوحدات المحلية دي او المحليات احنا دايما بنقول هي هم حاجة يعني لو عاوز تصلح من تحت لازم تبدأ بالمحليات ودايما نقول حتى علينا ان احنا نهتم بانتخابات المحليات والمحليات مليئة بالفساد لكن ما كنتش اتوقع